بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب عقود التبرع الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف والوصية التبرع به بعد الوفاة أقسام المرض أولاً المخوف فيه الهلاك أكثر من السلامة ثانياً غير المخوف فيه السلامة أكثر من الهلاك فالجميع داخل في الإحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده رواه أهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وللأب الحر المسلم أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يحتاجه أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت ومالك لأبيك أخرجه ابن ماجة وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدعو التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثته أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس المؤذون لهم في التصرف أربعة أولا الوكيل وهو من أذن له في التصرف حال الحياة ثانيا الوصي وهو من أذن له في التصرف بعد الموت ثالثا الناظر وهو من أذن له في التصرف في الوقف رابعا الولي وهو من أذن له الشارع في التصرف كولي اليتيم نموذج للوصية هذا ما أوصى به يذكر اسمه فلان ابن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأوصي أولادي وأهلي وأقاربي بتقوى الله عز وجل وأوصي بتسديد ما علي من ديون وهي ثم يذكر ديونه وأوصي إن ترك خيرا بكذا وكذا يذكر المقدار ويكون أقل من الثلث لفلان وفلان يذكر من له الوصية من غير الورثة وأوصي باتباع السنة في غسلي ودفني والتعزية ثم يوقع الوصية ويكتب التاريخ ويشهد عليها فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر